صباحنا نتواصل معكم مشاهدين في تغطيتنا في اليوم الإعلامي المفتوح ضد الاستيطان في حقرتنا الأولى سنخصص الحديث في التغطية الإعلامية العربية والمحلية الاستيطان وأبرز مع تعرض له الصحفيين خلال احتكاكهم بالاحتلال والمستوطنين الذين لا يفرقوا بين مواطن أو صحفي معنا اليوم تجربة وخبرة طويلة في العمل الميداني في العمل الصحفي لسيما في تغطية انتهاكات الاحتلال وكل القضايا الخاصة بالقضية الفلسطينية فعليا مساعدنا نرحب بالزميلة الصحفية شيرين أبو عقلي الغنية عن التعريف واللي أعتقد أن الجميع تابعها عبر الشاشة تسعد صباحك أهلا وسهلا فيك يسعد صباحكم سعيدة أني أكون معكم صباح الخير لكم لجميع المشاهدين تسعد صباحك أستاذة شيرين نتحدث على أعوام عديدة وخبرة كبيرة لك في الميدان وتحديدا بما يتعلق بالتغطية خاصة بالاستيطان وهجمات المستوطنين نأخذ لمحة بسيطة ومختصرة عن ما عشته خلال العوام الماضية وتحديدا بالاحتكاك بالمستوطنين يعني أكيد الصراحة بالفترة الأخيرة ربما صارت ما ببالغ إذا بقول أنه ربما نصف قصصنا أو أكثر عن الاستيطان لأنه الاستيطان يعني صار بطريقة مستوحشة جدا في إغال في الاستيطان الاستيطان إحنا ما بنتحدث فقط اليوم عن سرقة الأراضي وزرق ووضع اليد عليها والاستلاء عليها اليوم الحديث يعني اعتداءات الاستيطان أخذت منحا جديد وخطبة أكبر اللي هي يعني تمادي بشكل لم نشهد له مثيل أبدا ناحية حتى استهداف كل مواطن فلسطيني وكل صحفي يعني اليوم في عدة أحيان إحنا منكون عمالنا منغطي منكون حريصين جدا وفي خوف يعني بصراحة من المستوطنين يعني بالصورة حتى مضاعفة عن قوات الاحتلال يعني قديش في أحيانا انتهاكات لقوات الاحتلال ولكن المستوطنين فيه تمادي غير مسبوق وهذا التمادي طبعا له أسباب كبيرة اللي هي سنواته احنا كنا شايفين يعني هذا اللي احنا عم نعيشه اليوم احنا توقعنا انه رح نوصل له قبل سنوات لأنه لما فيه تمادي لما ما فيه محاسبة لما فيه تشجيع لما القيادة السياسية في اسرائيل تخشى هؤلاء المستوطنين إذن هم يستطيعوا أن يعملوا ما يشاءوا واليوم ما يشاءوا أصبحت كل ما يخطر في البال فبالتالي احنا عملنا منشوف يعني درجة أكبر من اعتداءات المستوطنين قبل أيام احنا كنا نغطي في دير الجرير كان في بقرة جديدة صحيح احنا قبل شهور كنا ما كانتش هاي المرة رحنا نغطي في دير الجرير عن قضية الاستطان كان في بقرة جديدة احنا اقتربنا يعني احنا ماشيين في الشارع مش انه وقفنا أمامها مجرد ما احنا منسير في الشارع المستوطن استنفر وضع يده على سلاحه بيكون معاك يعني حتى المواطن اللي كان معنا بورجينا وين أرضه فيه خوف غير مسبوق يعني لدرجة انه أرض المواطن الفلسطيني اللي أخذنا عليها دقائق فقط وقفنا لأنه حكالي في أي لحظة ممكن يجو وأخشى من السجن بقول له سجن بتهمة شو قال لي سجن يعني في السابق غيري وممكن يسجنوني على أي تهمة مجرد لأنه اقترب من أرضه يعني مش عمالنا بنحكي أنه اقترب من مستوطنة يعني اللي هي أصلا على أراضينا ففيه مستوى جديد يعني من الاعتداءات غير المسبوقة وهذا اللي بدفعنا اليوم أنه احنا أمام واجب كبير نركز على هاي القضية ولكن أيضا ما يواجه الصحفي فيما يخص حرية الصحفيين في بلادنا بسبب وجود الاحتلال هو معدل فعليا يعني كل صحفي في العالم له حرية نقل الصوت والصورة والرسالة حتى يغطي الحقائق فعليا صحفي ما بيكون جزء من الإشكالية الموجودة ولكن هو عم بيغطي ومع هذا بتعرض لاعتداءات من قبل قوات الاحتلال وحتى مستوطني وانتي تحديدا كان لك تجارب عديدة في هذا الموضوع سواء كان بقنابل الغاز المسائل للدموع بإطلاق رصاص في المنطقة اللي انتم موجودين فيها محاولة منعكم من وصول لمنطقة فبالتالي شيرين ما يتعرض له الصحفي في فلسطين تحديدا من حتى منعه من نقل الصوت والصورة يعني للأسف الشديد هذا صحيح يعني أنا بدي أحكي فقط معلومة صغيرة أنه إحنا حتى لما كنا عمالنا منغطي كنا إحنا نسير في سيارة تحمل لوحة سفراء ومع ذلك إحنا نخاف وإحنا معنا بطاقات صحافة ومع ذلك نخشى يعني ليش؟ لأنه اليوم المستوطن بوقفك أنتي يعني المستوطن يعني يتعامل كأنه رجل أمن وإنتي لا تستطيع التفريق هذا رجل أمن لأنه بلباس مدني حارس المستوطن بيجي بوقفك بيطلب منك هويتك وبيعتقلك يعني وهذا سبق إحنا تعرضنا له توقمنا مصورينا جميعا تعرضوا له يعني بياخدك إلى المستوطن يعني ممكن ياخد الموضل الصحفيين وإنحن نقشى كمان على سلامة صحفينا ربما يعني بدأ أقول إنه في شوي يعني إحنا يعني ربما نشعر بأمان أكثر قليلا يعني نتجرأ قليلا لأنه إحنا صحفيين ولأنه عندنا واجب يعني وعندنا مسؤولية كيف يأثر هذا على واجبنا بنقل الصورة؟ هلأ طبعا يعني شوفي هي أمرين من ناحية أنت كمان مطسوب منك تحافظي على أمنك وأمن المصور بالطاقم الموجود معك هذا واجب مهني عليك ولكن أيضا بدفعك لتحدي يعني كمان الظلم اللي بشعر فيه الإنسان ما هو كمان كتر الظلم أنت إلى أي مدى ممكن أنك تظلق ساكت على الظلم عشان هيك إحنا كيف حكينا قبل سنين أنه إحنا مقبلين على هاي المواجهة هم عم بدفعوك إلى زاوية بالنهاية يعني عندما تصل إلى زاوية شو ممكن تساوي لما المواطن الفلسطيني لا يعود قادر أنه ما ظل عنده شي يفقده إذا كان أرضه مهددة بيشوف أرضه بزراعها مستوطن إذا أنت بتروحي متنزها اليوم على أحراج فلسطينية في قرية فلسطينية ضمن حدود هذه القرية بتقعد في أرضك بيجي مستوطن بكل وقاحة بتردك وأنت عارف أنه يعني أوكي أنت أول مرة وتاني مرة بجوز يعني أنا شفت ناسي معهم أطفال بنسحبوا لأنهم بخافوا على أطفالهم بس أنت بتتساءلي لا متى يمكن أن يسكت أي إنسان على الظلم يعني بتيجي مرحلة وهذا المنقوله أنه طبقعاتنا هي المواجهة القادمة مع المستوطنين شيرين متحدث على نوعية المادة الإعلامية اللي كمان الصحفي بينقلها للعالم ومنحكي إحنا بتقنيات حديثة وصور متنوعة ما بين القصة وما بين المواجهة كيف عشتي هاي التجارب وخاصة ما لمستين من الظروف الإنسانية اللي بيعيشوها الأطفال النساء في المناطق المهمشة في المناطق المحالية للسيطان وقدش لمست فيك كثير من المشاعر خصيصا أنه هدول الناس بناموا وبصحوا على خوف رعب طبعا يعني إحنا عندنا قصص أنا أستغرب أنه العالم بيشاهدها وبنام ليله الطويل محزن ما يحدث عنها ولكن اليوم كمان فيه نقطة قوة عندنا إحنا اليوم التكنولوجيا كمان وصل إحنا اليوم إحنا صار مش مضطرة أنه أنا أنتظر أو المواطن في أرضه أنه ينتظر أنا أوصل على القرية أو على منطقة بعيدة أني أصوره اليوم بواسطة الهواتف والذكية صار إمكانية أنه التصوير متاحة للجميع فهذا صار بيساعدنا إحنا كمان كصحفيين في نقل هذه الصوت والصورة لكل العالم كثير من الفيديوهات من الصور المتداولة واللي أثرت في العالم كله صور مش شرط أنه يكون اللي يصورها صحفي ممكن يكون صحفي طبعا وعندنا صحفيين ومصورين عالميين يعتبروا يعني ولكن أيضا اليوم هذه المواد اللي تتاح إحنا نحاول كمان نستغلها عشان صوت المواطن الفلسطيني البسيط اللي اليوم كل واحد صار صحفي في مكانه ووين هو موجود في مكان سكنه نستغل هذه المادة وكمان نوصلها وهذا شيء مهم جدا يعني أنه نشتغل على إيصال هذا الصوت وهذه الصورة لجميع أنحاء العالم شرين نحن نعرف أنك مش بتعودة أن تسألي وأن تكون الضيفة ولكن نستثمر وجودك معنا اليوم لحتى نوضح الصورة ذكرتي جزئية المهنية والمسؤولية اللي موجودة على عاطق الصحفي أولا بالحفاظ على سلامة وسلامة الطاقم ونعرف موضوع الحياد في نقل الصورة بأن الصحفي هو فقط ينقل دون أي مشاعر دون أي تعاطف مع الموقف اللي هو عايش فيه ولكن هذه الجزئية اللي بيقع فيها الصحفي الفلسطيني تحديدا أنه ينتمي لهذه القضية عم بعيش هذه الإشكاليات كل يوم وهو عارف ويشعر بالظلم اللي واقع على الشعب الفلسطيني في نفس الوقت هو مضطر أنه يكون مهني وينقل الصورة بحيادية تم نحكي شوية عن هذه الجزئية شوفي يعني أنا خبرتي طويلة في الإعلام اليوم يعني أن نتحدث عن حيادية لا حيادية ما لا يوجد شيء اسمه حيادية ولكن أنا حتى كفلسطينية اليوم بسأل نفسي هل أنا بزور حقيقة؟ هل أنا بنقل قصة غير صحيحة؟ أنا اليوم بشعر أنه أنا أمامي قضية عادلة أنا بغطي قضية عادلة الاستيطان غير شرعي في كل يعني بنظر العالم بكل القوانين المستوطن يعتدي أمام كاميرات التلفزيون يعني هو لا يخاف يعني هو يعتدي أمامك يعني هو معه صلاح وأنت والفلسطيني غير مسلح فبالتالي أنا مش بحاجة أبدا لا أزور حقائق أو أنه أحاول أنه أستعطف أستعطف أو أحاول أثر على المشاهد أنه يكون هو منحاز لقضيتي أنا بحكي في قضيتنا الفلسطينية يكفي أن تنقل الواقع وأقول لك إذا في قضيتنا فيه إشياء إحنا بصير عنا أخطاء أنا الأفضل أني أتحدث عن هاي الأخطاء من حبي لفلسطينيتي ولوطني ولشعبي لأنه إذا فيه خطأ يجب أن يصحح الخطأ لا يجب أن نسكوت عليه ولكن قضية مع الاحتلال في وجه الاحتلال إحنا لدينا قضية أنا بشوفها عادلة أنا مجرد ما أروح على أي مكان يعني الصور تحكي يعني المشاهد الأطفال يعني لا أذكر في يوم الأيام أنا اضطريت أني أغير أو أبدل أي شيء يعني بالعكس أنا بكون بشعر بالحزن أنه إحنا بنرجع بكم صور مؤثرة جدا مواقف وتصريحات وأحيانا يعني دموع ولا تستطيع أن تبرز كل شيء لأنه أنتو تعرفوا أن وقتنا محدد بالعكس إحنا نبرز فقط يعني مساحة بسيطة مما نرى نعم شيرين متحدث كمان من خبرتك صحفية وأكاديمية وأيضا مشاركتك في عديد من المحافل اللي بيكون فيها إجسام صحفية عالمية وهنا بنحكي عن شراكة العمل في الميدان ما بينكم وما بين العديد من الصحف والمراسلين الأجانب كيف ممكن كمان أنه إحنا دائما ننقل الحقيقة من خلال هذه المؤتمرات من خلال هذه أيضا المساحات البعيدة عن الشاشة والكاميرا شوف أكيد هذه مهمة يعني إحنا للأسف الشديد أحيان من حسن أنه إحنا بنحكي لحالنا كتير مهم أنه إحنا نوصل صوتنا وأنا بحكي يعني سواء كانت مؤتمرات سواء يعني أنا أحيانا أجلس مع صحفيين غير فلسطينيين مجرد ما نحكي لهم واقعنا اليومي هم بتأثروا يعني بديش أقول لك أنه إحنا نتحدث يعني كمان إحنا صار عنا تحدي يعني إنت لما بتحكي في هذا الموضوع إحنا في تحدي اليوم قصتنا للأسف الشديد أصبحت مكررة يعني لما بتحكي عن أسرة بتحكي استطان كعنوان ربما كثير من الناس لا تريد أن تشاهد هذا التقرير للأسف الشديد مع أنه القصف محتنة جدا ولكن لما بتبحث بالتفاصيل اليومية يعني لما أنت بتشوف هذا الطفل كيف طلعوه من بيته واليوم من هدد خيمته طفل صغير لما بتشوف يعني أحكي لك يعني أحيانا بعض الماشية الملقى على الأرض لما شفنا مرة كنا في حمصة وشفنا حتى كلب مقطوع إيده من الجرفات ولا من الله في تفاصيل اللي هي مؤثرة جدا يعني إحنا لازم نبحث عن الإنسان العادي المواطن همه البسيط أحيانا هذه قصص يعني قديش إحنا منروح في القصص الإنسانية هاي قادرة إنها تستحوذ على اهتمام الناس بره بيهتموا إنهم يشوفوا شيء إنساني أكثر ما يسمعوا أرقام وإحصاءات وإنه إسرائيل قتلات والمستوطنين يعتدوا وصرقوا إشيء لما أنا بشاستدلهم هذه من خلال قصة إنسانية لعائلة شو اللي مرت فيه إحنا قادرين إنه نحثهم إنهم يهتموا في هاي القصص وإحنا دائما ما نعول على هاي الأصوات فخورين بتجربتك الطويلة فخورين فيك كزملاء وكمتابعين أيضا وكمواطنين تنقل قديتهم نورتينا اليوم أزمي إلى صحفية شرين أبا شكرا أنا سعيدة كمان شكرا لكم